سوف توجد معي سفا بطريقة سهلة و بمرحلة بمرحلة في مغمية سوف نسكس زيت لسير توازن اللي سوف نشحر فيها البصل اللي هو مقتر كيلو مع كيلو ديال فخيطات ديال الدجاج سوف نضيف على هذا الشي ربيطة ديال قطبور المعدنوس عويدة ديال القرفة و سوف نتبلوهم بمليحة و بزار وسكين جبير و شوية ديال الخرق و البلدين نخليوا مكونات ديالنا تشحر لنا و سوف نوجد السفا ديالنا بزويتة ديالنا اللي سوف نحركوها مزيان مزيان و غادي نحطوها باش تفور معنا لمدة نصف ساعة ف هاد اللحظة هدي غا نحرك المكونات ديالي اللي تشحرت ليه مزيان مزيان بزيت لوسير و غادي نضيف شوية من زيت ايضا باش نقلي فيه اللوز اللي غادي نزينو به و ضروري نزويتة ديالنا تكون بردة المرحلة الثانية من بعد ما كتفور لنصفها كنديرو عليها الماء طايب و من بعد كنحطوها في تبصيل و نحركوها فقط و نضيف عليها مليحة و نردها من جديد باش تفور تفورت تفورت تانية غا نخليوها ايضا لمدة نصف ساعة و هنا غا يجي دور ديال الدجاج اللي غا يكون طابلينة نحيده من المرق و نضيف على المرق ديالي شوية القرفة و زبيب و شوية السكر باش نعسلوها بعد تحريك المستمر غادي نضيف خيضة ديالي اتقلو ليها في زيت المائدة و سير توازن و هكدا غادي يكونوا جدو معايا وجدات معايا المريقة و وجدات معايا التصفة اللي غا نبردها بشوية ديالي الموردها تفور للااخير مرة لمدة عشرات دقايق و نضيف التزين ديالنا من بعد ما طابلينة كل شي على حقه و طريقه في طبق التقديم حتي تصفة و درت الواسافة ديالها هكا المريقة المعسلة ديالنا و غا نحاود نغطيها و نحطل في خيضة ديالي الجاج ديالي اللي ديجا تحمروا معايا بهذه الطريقة هادي و تزين كي يبقى لكم اختياري ديروا السفة ديالكم غا فيزيتها لحقه و طريقه بطريقة اللي بغيتو زينت هنا يبقى يتسمى المشماش القرقع و اللوز و غادي تديروا حتى خويتات هكا ديال القرفة او لديال لبدا باش تطيفوا السفة ديالكم جمال على جمال و بصحة و راحة و تبقوا لي على خير موسيقى